مدى طيرانها ألف كيلومتر وهذه نقطة أساسية تستطيع أن تمسك كل منطقة خليج عدن مع نصف البحر الأحمر تقريبا حتى شمال الحديدة النقطة الأخرى الأساسية أنها طائرة زكية مزودة بباحث كهروضوئي لمواجهة الأداف المتحركة كل السفن اليوم رامية هي متحركة وهي أصبحت أيضا تزود بسرعات إضافية لكي تتجاوز هذه المسيرات اليوم تأتي هذه المسيرة لكي تضرب هذه الميزة لهذه السفن دائما السفن إجمالا نحن نلاحظ أن هناك عدة سفن تستهدفوا لكن ليس أغلبها تدمر أو تغرق لماذا؟ لأن السفينة هناك نقاط مؤثرة فقط في السفينة إذا استهدفت يكون هناك تأثير على السفينة أما المحرك أما منظومة القيادة أو منظومة التوجيه هذه النقاط الثلاث بعد اليوم في هذه الطائرة الزكية يمكن أن تستهدف بشكل كامل يعني أنا بتقديري هذه الطائرة إذا استعملت بها عدد أكبر سوف تؤثر على مستوى الأعمال البحرية أو الحركة البحرية بشكل كامل لأنها تستهدف نقاط المقتل من السفينة كما قلنا وهذا الموضوع سوف يؤثر على هذه الحركة لم نعد نشاهد أن سفينة استهدفت وتابعت طريقها مع هذه المسيرة الأساسية هي مسيرة مهمة المعيار الأساسي في هذا الموضوع عدد هذه المسيرات التي تمتلكها الوحدات اليمنية وقدرتها على المناورة انطلاقا من قواعد يجب أن تكون مموهة لأن هذا الموضوع سوف يحرك أو يجعل الوحدات الأمريكية والغربية تستنفر بشكل كبير